السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد قرار عاجل من الرئيس السيسي يفرح ملايين أصحاب المعاشات والحكومة تبدأ تنفيذه فورا الأحباب الكرام اليوم بنزف لحضراتكم خبر هايسعد أصحاب المعاشات بجميع طوائفهم توجيهات رئاسية عاجلة هتسعد الجميع هنشاهدها من خلال الفيديو بس يريد عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لمواصلة جهودها وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر قرارا عاجلا يسعد ملايين المصريين والحكومة تبدأ تنفيذه فورا الأحباب الكرام قرار عاجل من الرئيس السيسي يسعد ملايين المصريين والحكومة تبدأ تنفيذه فورا فقد صرحت الدكتورة مايا السيد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها بالدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بأن السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعليمات وتوجيهات عاجلة بشأن ضرورة تسجيل هذه الأسر ببرنامج التأمين الصحي بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات والعملة الغير منتظمة بخطاع المقاولات والتشهيد والبناء وهو الأمر الذي يأتي بهدف ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وفي سياق متصل أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد حجر الزاوية لتنمية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً وهو ما أدى إلى وصول وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها لنحو 1.3 مليون أسرة خلال الفترة الماضية تصل نسبة النساء بها أكثر من 70% وتعمل مصر خلال الفترة الحالية على إعادة تشكيل برنامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية لتشمل التمكين الاقتصادي من اليوم الأول بالإضافة إلى الإقراض الرقمي ونموذج الإدخار كان هذا خبرنا العاجل الذي أصدر به الرئيس عبد الفتاح سيس توجهاته لوزارة التضامن الاجتماعي انتظرونا على قناتكم مع أخبار أخرى عاجلة هذا وبالله التوفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته